برحب بحضراتكم مرة تانية في الفيت الكبير فقرنا دلوقتي أكيد مع طبعا ناقد رياضي مميز جدا نتكلم في عدة ملفات بصراحة ملف أكيد النادي الأهلي ملف المشوار الأفريقي والعشرة أهلي إن شاء الله اللي بإذن الله النادي الأهلي شرفنا ويكون متواجد في المباراة النهائية ويفوز بالبطولة إن شاء الله مشوار صعب لكن النادي الأهلي قادر كمان مشوار النادي الأهلي بينتظروا في مشوار الدوري حضراتكم عارفيني يمكن فيه مؤجلات كتيرة جدا للنادي الأهلي مباراة كل تقريبا مش كل تلاتة يام مباراة كل يومين خلال شهر إبريل مشوار طويل جدا جدا واستعدادات كتيرة كمان بعض الأخبار العالمية حنقشها وطبعا هيكون معنا فيها ديف مميز جدا بيه شرفنا دايما في البيت الكبير أستاذ جمال الزهيري بنرحب بحضرتك أهلا بك كابتا أنت المنور ولا أبدأ معاك من مباراة ريال مدريد خلي ريال مدريد لما يخلص لما يخلص للأسف دلوقتي النتيجة كمان نتيجة غير متوقعة لكن كورة القادمة موارد فيها تعديل موارد لغاية نهاية المباراة يبقى فيها أي تغيير نبدأ بملف النادي الأهلي في المشوار الأفريقي بعد التأهل الحمد لله لدور التمانية حضراتك شايف مباراة سيمبا التنزاني لها أهداف إيه الأهداف اللي في مباراة سيمبا التنزاني رغم التأهل إيه أهداف الأساسية اللي بيسعى بيها اللاعبين والجهاز الفني في مباراة إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي هو طبعا بداية لازم نقول أنه النادي الأهلي حقق اللي هو عايزه وإن كنا وهم نفس اللعيبة مش راضيين يعني حتى الجهاز الفني واللعيبة مش راضيين عن الأداء اللي حصل قدام المريخ بس يعني أجمل ما حدث في مباراة المريخ إنه برضو النادي الأهلي لم يستسلم لحالة إنه هو خارج يعني أغلب اللعيبة كانوا خارج الفورمة تماما وبعيد عن مستواهم وبالتالي نقدر نقول إنه كان الأداء السيء اللي حصل لم يمنعهم من إنه هما يلعبوا برضو لغاية آخر لحظة لتحسين النتيجة إحراز الهدفين طبعا التعادل التعادل بدر بنون وياسر إبراهيم أعتقد إنه ده برضو لهم معنى يعني إحنا مش بنجمل أي حاجة كده وخلاص إحنا بنقول الواقع الواقع إنه النادي الأهلي لم يستسلم له الهزيمة مع اعترافنا بإنه الأداء ما كانش على المستوى اللي إحنا عايزينه حقيقة خالص يعني خلينا نكون صريحين يعني عندك مثلا في الالتحامات السنائية الكرات المشتركة كانت دايما من نصيب لعبة المريخ بشكل طبعا اعتمادهم برضو هجماتهم المرتدة كانت سريعة جدا وكانت في الغالب بتشكل خطورة على النادي الأهلي النادي الأهلي ما كانش في اليوم ده في يومه تماما ولكن زي ناخد منه زي ما أنت بتقول مهم جدا والواحد لعب كرة وعلى مستوى في مباريات كده بتعدي وأنا في اعتقاد الشخصي على الجانب الفني بالنسبة للمسلماني وراجل أعتقد عمل لليه حتى التغييرات كانت تغييرات وحتى التشكيلة الأساسية اللي هو لعب بيها هي دي اللي احنا أجدنا بيها قدام فيتا كلوب بالتالي ما تقدرش كمان تقول أنه في أخطاء على مستوى الإدارة الفنية من ناحية اختيار التشكيل أو التغييرات أو إدارة المباراة هي القصة كلها يعني المحصلة اللي احنا حصلنا عليها دي راجعة لأنه عدد كبير من لعيبة النادي الأهلي في اليوم ده ما كانوش في يومهم ده حي وده وارد في كرة القدم بلا شك بس الكويس كمان زي ما حضرتك قلت يا أستاذ جمال إنك حتى وإنت سيء إنك ما بتتغلبش ده يعني حتى سمة الفرقة الكبيرة بتحاول بقدر إمكان آه أنت أوتو فورم برا فورمتك لكن في حد أدنى في حد أدنى من إني أطلع مثلا خسران لأ طب ما أنا ممكن ألعب لغاية آخر دي وده اللي حصل صحيح ويمكن يكون ده مفاجئ فريق المريخ برضو يعني فريق المريخ كان اطمأن تماما لأن النادي الآهلي خسران فبيلعب المباراة ما عملش حساب إن النادي الآهلي بيلعب لغاية آخر دقيقة واخبالك لغاية آخر لحظة يعني ما بعد ديها تسعين واخبالك فبالتالي أنا بشوف إن دي حاجة كويسة يمكن كان نوع من الاعتذار من جانب لعيبة الآهلي عن الأداء الغير مردي يعني على الأقل ده أداء غير مردي فاحنا بنعتذر عنه بإنه على الأقل يطلع الفريق وهو خارج من لعبه إنه هو يتعادل صحيح ناخد ايه من المباراة دي عشان يرجع للسؤال الأولاني مباراة فيه أهداف لمباراة سيمبا معلش أنا دخلت فلا صح ده مرتبط بي مرتبط أكيد بشكل مباشر مباراة سيمبا رغم أن تقول لها أهداف تفتكر يعني هداف الجهاز الفني هل الجهاز الفني أهدافه مصالحة الجماهير أو أداء جيد جدا هل أهدافه لا أنا ببص للترجد اللي بعد كده إنه إحنا فرصة إنه إحنا ندفع بعض العناصر الجديدة أهداف اللعيبة إيه أهداف اللعيبة كمان لازم تكون على نفس مستوى الجهاز الفني اللي اتنين بيبكروا بنفس المستوى طبعا أي أهداف مباراة طبعا الهدف الأساسي تحقق اللي هو التأهل إلى آآ دور التمانية صحيح آآ خلاص دي منتهية واطمقننة لها وكله تمام هي الفكرة بقى النهاردة الخلاف اللي الناس بتقول اللي أهل يلعب بنفس تشكيلته نفس قوته نفس العناصر الأساسية ولا يدي فرص للعيبة تانين اللي أنا بشوفه إنه هو يلعب بقوته الأساسية يعني بتشكيله العادي وإذا أمكن الدفع ببعض اللاعبين اللي هم العائدين زي ما حصل في مباراة المريخ يعني أنت دفعت ب آآ وليد سليمان آآ يعني ما بتبدأش بهم المباراة يعني يعني أنا وجهت نظري آآ ليه بقى لأن أنت مش محتاج بس من المباراة أنت مش محتاج منها التأهل خلاص التأهل ده محسوم إنما أنت عندك الهدف الأول رد الاعتبار ورد الاعتبار هنا له أكتر من جانب رد الاعتبار للهزيمة أمام آآ سيمبا في المباراة الأولى آآ ثانيا آآ رد الاعتبار على مستوى الأداء أنك بتلعب في ملعبك آآ لازم أن أنت برضو تبعث رسالة لكل الفرق اللي جاية معاك اللي هتقابلك في دور التمانية أن أنت فريق الأهلي بطل أفريقيا ترجمة نانسي قنقر